وخد بالك الكلام ده ليك وليك وليه ولكل حد دايماً اوعوا تجعلوا كل علاقتكم ببشر لأن البشر قد يخضر البشر قد يعطيك ظهره البشر قد يموت فتحصل لك أزمة وتحصل لك صدمة والإنسان لا يمكن أن يمر أو يصل إلى مرحلة اللذة إلا إذا وصل إلى مرحلة المشقة وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى من على حبيبه صلى الله عليه وسلم بعد كل اللي شافه ده بأن رفع له ذكره مش قال كده في سورة الشرح ورفعنا لك ذكرك ومن رفع الذكر إن ربنا سبحانه وتعالى ضم اسمه لاسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ضم اسم النبي لاسمه ولله ضر من قال وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهده وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمده طيب المواقف دي كلها برضك تخلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدرك حقيقة الدنيا يعني يدرك حقيقة الدنيا يعني يدرك إن الدنيا فانية إن الدنيا مش بتاعته وعلشان كده نشأ النبي صلى الله عليه وسلم والدنيا في يديه عمره ما دخلت قلبه صلى الله عليه وسلم ورب الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم على إن الدنيا قم في إيديهم والفرق بيننا وبينهم إن النهاردة الدنيا في قلوبنا فصعب علينا نسيبها أوشي لكن هم الدنيا كانت في إيديهم علشان كده كانوا سهل يسيبوها كانوا يحبون الموت كما نحب نحن الحياة ليه؟ لأنهم كانوا الموتوا في قلوبهم أما نحن فالحياة الدنيا في قلوبنا علشان كده تسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلي عليه علشان تعرف إن الدنيا كانت في إيديه وعلشان تعرف إن الدنيا عمرها ما غرته ولعمرها دخلت قلبه كان النبي يقول مالي وللدنيا أنا مالي وما للدنيا خلي بالك اسمع النبي بيقولي مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها شوف تعبير النبي بعد ما تصلوا عليه بصوا النهاردة الحر عامل إزاي صعب جدا ربنا عافينا احنا جايين بشغالين المكايف بتاع العربية بس بيقول لك هجيب منين هجيب لك هوا سائع منين فالنبي بيشبه لنا بقى وجوده هو صلى الله عليه وسلم في الدنيا وحياته في الدنيا زي واحد ماشي في يوم حر جدا فلقى شجرة تحتها هوا جميل وشوية مية ساعين فما خدش الشجرة معاه ولا أعدش تحت الشجرة العمر إنما استظل بظل الشجرة ساعة من النهار وسبها ومشي